نظم حزب الاتحاد الندوة الثانية من فعليات الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية وتبنت الندوة تأصيل التجربة المصرية في حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع الإشارة للتنمية العمرانية التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة ومئة مليون صحة وتكافل وكرامة نحن اتفقنا على أن المعارضة الوطنية المصرية بشكلها الجديد نسمن الإنجازات ونتكلم في التحديات فده المعارضة الوطنية الجديدة بالفكرة الجديدة نحن عندنا إنجازات تمت في حقوق ملف حقوق الإنسان فعلا منذ أن أطلق السيد الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان فيها تحديات وفعلا بالفعل تم تنفيذ جزء كبير منها تفعيل لجنة العفو الرئاسي المرأة خدت حقوق في الأضاء والنيابة العامة الحوار الوطني ومسائل كثيرة تم تفعيلها وتعديل بعض القوانين رئيس أكد ويوجه بمدى الاهتمام المصري بملف حقوق الإنسان ووجه الحكومة بدعم هذا الملف بكل قوة وده بيأكد استمار الاهتمام آسي بهذا الملف واللي ابتدى مع انطلاق الاستراتيجية دي قبل عام والهذا العام حصل فيه إنجازات كبيرة تستحق التقدير والشك لفخامة رئيس على ما تم إنجازه في هذا الملف خلال عام واللي ابتدى بغفع حالة الطوارئ ثم الدعوة للحوار الوطني ثم عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق مئات من السجناء في مختلف المجالات الهدف إن احنا نناقش التطور اللي حصل في الفترة الماضية الأهداف اللي تتحققت وإن احنا برضو في نفس الوقت ندعم الدولة لتنفيذ باقي الأهداف المخطط الوصول إليها خلال أربع سنوات في الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان مصر بتطبق حقوق الإنسان كما وردت في المعادات والاتفاقات الدولية بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 1948 ومات لها من اتفاقيات في فيينا وفي باريس كلها بتتكلم عن حقوق الإنسان لما نرى في مصر مشروعات عملاقة في مجال تمكين الإنسان من حياة كريمة لما نرى فيها مشروع المليون وحدة سكنية حقي في السكن لما نلاقي فيها مشروع المليون ونصف مليون فدام حقي في الغذاء وده مشروع حقي في اكتفاء ذاتي في الغذاء اللي ما يكون حاليا فهذا مشروع موجود في المستقبل